بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أبناء الطلبة سنقوم بإنجاز هذا الفيديو الذي يحمي العنوان مواضيع مقترحة في الرياضيات لبكالوريا 2017 رقم 1 أنصح بشعبة العلم التجربية والتقني الرياضي والرياضي حيث يقول نص التمرين المنحنى البياني C ها هو البياني C الممثل أسفلها للدال في معلم متعامد ومتجنس OEG هذا المنحنى يمر بالنقطة من A ذات إحداثية ناقص ثلاثة واحد ها هي A والنقطة B ذات إحداثية ناقص واحد وثلاثة ها هي B قال المستقيمين دالتا ودالتا فتحة ها هو دالتا وها هو دالتا فتحة مماسين للمنحنى في النقطتين A وB إذن هنا وهنا على الترتيب قال واحد عين بياني F فتحة لنقص ثلاثة يعني العدد المشتق للدالة F عند النقص ثلاثة وF فتحة لنقص واحد بقال عين كذلك limit F لX لما X يؤول إلى نقص ما لنهاية و limit F لX لما X يؤول إلى زايد ما لنهاية جيم قال عين إشارة F لX وإشارة F فتحة لX هذا هو الخاص بالبيان ثانيا هنا الأمر غير متعلق بالبيان قال نعتبر الدالة K المعرفة على R يعني من نقص ما لنهاية إلى زايد ما لنهاية كما يلي K لX تساوينا F للقيمة المطلقة لX قال ألف بين أن الدالة K زوجية ثم معبر عن K لX بدلالة ماذا؟ بدلالة F لX بقال عين جدول تغيرات الدالة K وأرسم في معلم آخر ليس هذا المعلم المنحنة CK ثالثا قال نعتبر الدالة G المعرفة كذلك على R من نقص ما لنهاية إلى زايد ما لنهاية كما يلي G لX تساوينا أسية F لX يعني هنا في الأس وضعت F لX ألف قال بيّن أن للدالتين G و F نفس اتجاه التغير بقال أحسب limit G لX لما X يؤول إلى نقص ما لنهاية و limit G لX لما X يؤول إلى زايد ما لنهاية G مؤخرا قال أحسب G فتحة لمن لنقص ثلاثة إذن لننطلق على بركة الله في الشرحة المفصل إذن نأتي أبنائي للإجابة على أول سؤال قال عين بيانيا F فتحة لناقص ثلاثة و F فتحة لناقص واحد إذن نكتب هنا تعيين بيانيا أولا F فتحة لناقص ثلاثة ليس F لناقص ثلاثة لأن F لناقص ثلاثة ها هي انظروا هذا وهذا هو الواحد لكن F فتحة لهو العدد المشتق العدد المشتق كيف يعين بالبيان يعين عبر هذه النسبة فماذا نقول هنا نأتي إلى النقطة A هذه ونقوم برسم مثلث قائم ها هو مثلث قائم ها هو ها هو تلك المثلث القائم حتى نفهم جيدا ونقول فرق التراتيب على فرق الفواصل كيف فرق التراتيب معناه هذا هكذا حسب السهم على هكذا حسب السهم يعني فترتيبة النهاية ترتيبة النهاية ها هي كم إنها ثلاثة ناقص ترتيبة البداية ها هي ترتيبة البداية كم إنها واحد على فاصلة النهاية ها هي فاصلة النهاية هذه كم إنها ناقص اثنان ناقص فاصلة البداية ها هي فاصلة البداية كم إنها ناقص ثلاثة هكذا تقوقها فرق التراتيب على فرق الفواصل هنا جعلت السهم هكذا يعني من هنا هذا يعني هذا ناقص هذا على ماذا؟ على هذا ناقص هذا حتى نفهم الفكرة يعني مثل الفيزياء ما نسميها السرعة فرق الفواصل يعني فرق التراتيب على فرق الأزمينة حتى نفهم جيدا فتصبح يعني فرق المسافات على فرق الأزمينة تصبح لنا F فتح لي ناقص ثلاثة يساوي ثلاثة ناقص واحد إنها الاثنان على ناقص اثنان وهذا مع هذا إنها الزائد ثلاثة فتصبح لنا اثنان على واحد فتصبح لنا F فتح لي ماذا؟ لناقص ثلاثة كم تساوي؟ تساوي لنا اثنان وتذكروا هذا لأننا سوف نحتاجه في الأسئلة القادمة أما بقيت لنا العدد المشتق كذلك طلبه منا عند الناقص واحد إذن F فتح لناقص واحد تساوي هنا أبنائي بما أن هذه قيمة حدية انظروا عند النقطة B الدالة عندها قيمة حدية محلية عظمى إذن اسمعوا جيدا باللغة التي أقولها دائما في الحفرة والجبل هذا عبارة عن جبل انظروا هذا الجبل دائما المشتق عنده تساوي السفر لأن قيمة حدية إذن هنا مباشرة دون أن تحسبوا القيم الحدية تكون مشتق عندهم تساوي السفر إذن هذه مباشرة سفر لأن الدالة F تقبل قيمة حدية محلية عظمى عند ماذا؟ عند من؟ عند ناقص واحد أو عند الفاصلة نقول عند الفاصلة ناقص واحد والدالة عند القيمة الحدية المحلية العظمى والدنيا يعني مثل هذه التي تشبه حفرة هكذا أو هذه التي تشبه هنا جبل يعني إما هذه قيمة حدية محلية دنيا أو صغرى وهذه عظمى فإن العدد المشتق هنا يكون يساوي السفر وهنا يكون يساوي السفر قاعدة درست في السنة الثانية فقط أبنائي بعدما أنهينا مع هاتين القيمتين نأتي الآن إلى أسوأ الآخر فقال أحسب كذلك بيانيا limit F لإكس لما إكس يؤلاء ناقص من النهاية ثم limit F لإكس لما إكس يؤلاء زياد من النهاية إذا نكتب هنا تعيين بيانيا كذلك أولا limit F لإكس لما الإكس أولا يؤل إلى ناقص من النهاية يا أبناء يركزوا جيدا أرجوكم هذا المحور يسمى محور مجموعة التعريف أما هذا المحور فيسمى محور النهاية حتى تفهموا جيدا من البيان كيف نستخرج الآن يعني هنا إكس كم تكون هنا في هذا المكان تكون ناقص من النهاية وهنا زائد من النهاية الآن إكس انظروا إكس وهنا كذلك هنا النهاية تكون زائد من النهاية وهنا ناقص من النهاية أفسر هذه الأمور حتى تفهموها إذا كان عندنا إكس كم ناقص من النهاية ها هو إكس يؤلاء ناقص من النهاية لاحظوا المنحنى أين يكون انظروا كان في هذه الجاة في هذه الجاة كم تكون يكون إنها ناقص من النهاية قل أحدكم لم أفهم انظروا إلى محور الترتيب إذا كان عندنا الـx ك ناقص مالة نهاية انظروا المنحنى أين يكون يكون في هذه الجهة جهة ناقص مالة نهاية كذلك الآن انظروا إلى limit لما x يؤول إلى زائد مالة نهاية انظروا ها هو x یقCO اين يكون هل يكون عند زائد إذا جاء المنحنى مثلا هكذا فنقول نعم إنه إنها زائد مالية لكن لم يكون هكذا وإنما المنحنى انظروا اين ذهب ذهب الى هنا كم هذا المستقيل هذا يساولنا واحد هذا يساولنا نصف هذا ماذا يمثل هذا يساولنا كم يساولنا صفر فذهبت الى الصفر ارجو قد فاهمتم تعالوا سوف اشرح كذلك لو اذا قلنا تساولنا كم تساولنا ابني اذا تساول الصفر تخيلوا لو كان المنحنة مثلا جاءنا هكذا انظر هكذا اين ذهب ذهبت الى واحد فنقول النهاية هنا تساولنا واحد حتى نفهم الفكرة لان المنحنة هنا ذهب باتجاه الصفر يعني هذا يقرأ ارجو حتى تفهم جيدا هذا يقرأ ارجو يساول الصفر اما تخيلوا المنحنة لو جاءنا هكذا مثلا جاءنا هكذا هكذا فان اذا قلنا هذا هو المعلم فيكون هنا عندنا زائد ملا نهاية اذا ذهب باتجاه زائد ملا نهاية اما مثلا تخيلوا لو جاءنا هكذا في جهات اخرى مثلا تخيلوا جاءنا هكذا هكذا اين ذهب ذهب الى هذا المستقيم فنقول اللي هو ايقرا كم يساول يساول صفر اذا النهاية تصبح لنا صفر تخيلوا مثلا لو جاءنا هكذا 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 وكانت هذه القيمة هي مثلا واحد فنقول انها النهاية تعطي لنا واحد لان النهاية قلنا الاسقاط على محور التراتيب يعني تخيلوا هذه القيمة تسقط وهنا كم تعطي لكم تعطي لكم تعطي لنا الصفر ارجو قد فهمتم نهايات الان من البيان اذا وجدناها معناه جاءت من هنا وذهبت هكذا غير محدودة فنقول زائد ملا اما اذا ذهبت الى قيمة معلومة لان النهاية تكون على هذا المحور هذا المحور بالنسبة الى هذه الجهة فاسقاطها يأتي الى الصفر فنقول ايقرا يساوي لنا صفر وهنا يمكن ان نقول ايقرا يساوي صفر مستقيم مقارب افقي لماذا ابنائي لان تقول القاعدة اذا حسبت النهاية عند المال نهاية وجدت عدد ثابت منتهي فنقول ايقرا يساوي ذلك العدد مستقيم مقارب افقي اما هنا لا يمكن ان نقول مستقيم مقارب افقي لان نطلقنا من مال نهاية ووصلنا الى مال نهاية فقط ابنائي بعدما انهينا مع هذا السؤال نتطرق الان الى جي ما زلنا من البيان قال عين اشارة f ل x و اشارة f فتحة ل x اكيد من البيان اذا نكتب هنا تعيين اشارة ماذا اف ل x اكيد على مجال التعريف لهو r لان قال دلة هذه معرفة على r لان حسبنا النهاية عند النقص مال او زي المال اولا نكتب مجموعة التعريف ل x من نقص مال نهاية الى غاية زي المال نهاية ونكتب هنا f ل x لتعيين اشارة اشارة دلة تقوم بالفصل بين في محور الفواصل ركزوا دائما اشارة ال f ليس f فتحة الفاصل يكون هو محور الفواصل لاحظوا ما كان اسفل نضع له ناقص وما كان يقطع نضع له صفر وما كان فوق ماذا نعطي له نعطي له الزائد اذا من هو هي اين يقطع اين يقطع يقطع في هذه الفاصل اللي هي ناقص ثلاثة ونصف اذا نكتب هنا ناقص ثلاثة ونصف ونضع رمز الانعدام يعني رمز السفر معناه نقطة تقاطع المنحن مع محور الفواصل في ذلك المكان نضع السفر الان في هذه الجيهة كيف هو اسفل يعني ناقص وفي هذه الجيهة بالنسبة الى محور الفواصل دائما هذا المرجع هو محور الفواصل ما كان فوق نضع زائد وانتهى كل شيء فقط يقول احدكم يا استاذ واذا كان لا يقطعه ماذا نقول تخيلوا اذا كان عندنا هكذا وجاء المنحنة هكذا فنقول اذا رسمنا جدول هكذا نقول اف لإكس هنا زائد فقط يعني هنا يصبح لكم الا الزائد في هذا الجدول اذا جئنا مثلا ورسم هنا مثلا لا يقطع اصلا لا يقطع اصلا اذا هنا تصبح لنا كل ناقص انه اسفل اما اذا جاء يقطع مرتان فكذلك ماذا جاء هكذا جاءنا هكذا او ثلاث مرات واحد اثنان ثلاثة فنضع هكذاandi يعني هنا اف لإكس اذا كانت عندنا مثل هنا ناقص ثلاثة وهنا مثل عندنا واحد وهنا مثل ثلاثة فنضع هكذا ونضع هكذا ونضع هكذا ما كان أسفل من هنا سالب ومن هنا إلى هنا زائد ومن هنا إلى هنا ناقص ومن هنا إلى هنا يكون زائد يعني دائما الفاصل هو محور الفاصل هذه بنسبة إلى إشارة الاف ليس الافتها بعدما أنهينا مع إشارة الاف نأتي الآن إلى إشارة تعيين إشارة المشتقلة هي افتها لإكس هنا يوجد لنا اختلاف بين كلمة اف وافتها أولا مجموعة التعريف اكس من ناقص ما لا نهاية إلى الزائد ما لا نهاية وعندنا هنا اف فتحة لإكس أو نستعمل ملون آخر إذن نكتب هنا اف فتحة لإكس هنا أبناء لا الأمر يختلف هنا ما نرى نصعد كلمة نصعد الخط يصعد إلى غاية هنا نقول زائد وما كان عند الجبل هنا في القمة نقول صفر ثم ما نزل نقول ناقص مثل الحركة هنا هنا حركة متزايدة إذن زائد هنا في الجبل الحركة منعديمة لأن المشتقات تمثل السرعة ثم هنا الحركة منعديمة فتصبح السفر ثم الحركة هنا التباطئة يعني تصبح السرعة متنقصة إذن هنا كذلك فنضع هنا في هذا الجبل كم الفاصلة إنها ناقص واحد إذن نضع هنا الفاصل هو ناقص واحد إذن هكذا من هنا إلى غاية هنا كيف كانت الإشارة زائد نضع زائد ومن هنا كيف هي الحركة يعني تنزل هكذا إذن تنزل فنقص وانتهى الأمر لماذا؟ لأن الدالة يمكن أن نقول هنا لو قال أعطي اتجاه التغير لقلنا الدالة من هنا إلى هنا إلى هذا المكان يعني من هنا هكذا لكن تكلم دائما مع محور الفاصل يعني هذه نقول الدالة من ناقص ما ننهي إلى ناقص واحد كيف هي متزايدة ثم من هنا أنظروا يعني من هذا المكان إلى هنا دائما تكلم مع محور الفاصل فنقول إنها متناقصة فقط أبنائي بعدما أنهينا الآن مع الأسئلة البيانة نأتي الآن إلى جزء ثاني قال نعتبر الدالة كالمعرفة على R يعني من ناقص ما ننهي إلى زي ما كما يلي كالي X تساوي أن F للقيمة المطلقة لX آلف قال بي أن الدالة كزوجية إذن نكتب هنا البرهان أن الدالة كزوجية أحضوا أو دالة زوجية نقول تكون الدالة كزوجية إذا كان ماذا إذا كان X ينتمي إلى يعني إلى مجموعة التعريف لهو عندنا في هذا التمرين إنها معرفة على R وماذا وناقص X ينتمي إلى مجموعة التعريف الدالة ك ليس دائما R قلت حسب مجموعة التعريف الدالة هذه إذن X ينتمي وناقص X ينتمي والشرط الآخر وكذلك كا لناقص X تساوينا كا لX هكذا تقول قاعدة تعالوا ننطلق تصبح لنا كا لمن لناقص X تساوي لنا نضع هنا الناقص تصبح لنا هكذا F للقيمة المطلقة عفوا إذن F للقيمة المطلقة لناقص X يعني إذا وضعت هنا ناقص نضع هنا بالداخل ناقص لكن نحن نملك شيء أن القيمة المطلقة لناقص X في الرياضيات هي نفسها القيمة المطلقة لX مثل وأعطيكم مثل القيمة المطلقة لناقص 2 هي نفسها القيمة المطلقة ل2 حتى نفهم الفكرة إذن لما تكون قيمة مطلقة في بطنها ناقص أو زائد لا يهم إذن بما أن هذا الأمر هو نفسه فيمكن أن نأتي بهذه القيمة في مكان هذه القيمة فهذا ماذا يعطي لنا؟ يعطي لنا أنها تسوينا ماذا؟ F للقيمة المطلقة لإكس وهذه ما هي هذه الكلمة؟ هي هذه وهذه هي كالي إكس تسوينا كالي إكس هل تحقق التعريف؟ انظروا كالي ناقص إكس تسوينا كالي إكس يقول أحدكم الإجابة النموذجية الإجابة النموذجية هذه بحد ذاتها يقول أحدكم وهذه نعم علينا أن نكتبها وإلا كيف غيرنا القيمة المطلقة لناقص إكس بالقيمة المطلقة لإكس إذن ها قد أثبتنا نقول ومنه الدالة كالي إكس فنقول ومنحناها البياني كتفسير بياني للدالة الزوجية إذن منحناها البياني يكون متناظر بالنسبة إلى محوري التراتيب هذه قاعدة الدالة الزوجية كيف ذلك مثلا إذا كان من هنا مثلا هكذا فيكون من هنا هكذا هذا هو محوري التراتيب الذي يكون عليه أي شيء يكون إذا كان من هنا هكذا فمن هنا كذلك يكون هكذا حتى نفهم الفكرة جيدا مع معناه الزوجية الآن قد أثبتنا هذا الكلام بعدما أنهينا واستنتجنا حتى بيانيا ما المقصود يعني تكون متناظرة بالنسبة إلى محوري التراتيب جاء السؤال الذي بعده قال ثم عبر عن كالي إكس بدلالة أف لإكس لاحظوا وانتابعوا معي إذا تابعوا معي أبنائي إذن قلنا قال عبر عن كالي إكس بدلالة أف لإكس إذن كالي إكس تساوينا أف لالقيمة المطلقة عفوا القيمة المطلقة لإكس ركزوا وانتبهوا معي أرجوكم نقطة نقطة إذن كالي إكس قلنا تساوي لنا ماذا تساوي أف لالقيمة المطلقة لإكس وتساوي نحن نعلم شيء أن القيمة المطلقة لإكس في الرياضيات تساوي لنا قيمتان إما تساوينا إكس إذا كان إكس أكبر أو يساوي السفر أو تساوينا ناقص إكس إذا كان إكس أقل تمام من السفر أو أقل أو يساوي يمكن أن نضع أقل تماما حتى نفهم جيدا ركزوا هذه القيمة المطلقة قيمة المطلقة لإكس إذا فككت إما إكس إذا كان هذا الإكس موجب أو ناقص إكس إذا كان هذا الإكس سريب هذا هو المعروف عليها فهنا تخيلوا إذا جئنا إلى هذا المجال فإنا نعوض في هذا المكان كليا إكس وإذا جئنا إلى هذا المجال فإنا نعوض في مكان القيمة المطلقة لإكس بناقص إكس هكذا لأن قلنا هو مفترق الطرق يعني هذه القيمة المطلقة يمكن تعطي لنا هذه واري يعني يوجد لنا عبارة ثاني لدلة ك فتصبح لنا هكذا تصبح لنا تساوي ماذا تساوي لنا اف لي اكس اذا كان اكس اكبر او يساوي لنا الصفر ويمكن نزع هذه وتعوضها بهذه لكن في المجال هذا اللي هو يكون اقلت من الصفر فتصبح احنا تساوي لنا اف لناقص اكس قلت اف لناقص اكس اذا كان اكس اقل من الصفر حيث هنا عندنا كلمة تفصيل بينهم كلمة او وكلمة او يعني لما نجعل هذا اتحاد هذا يعطينا مجموعة التعريف الاصلية اللي هي معرفة على ار اذا ها قد الان قمنا بكتابة ماذا كالي اكس بدللة اف ل اكس مرة تساوي لنا اف ل اكس اذا كان اكس مجب وتساوي لناقص اكس اذا كان اكس سالب لكن نحن الذي نختار هو دائما الذي نعرف هو هذا حتى نفهم الفكرة جيدا لهذا بعدما قمنا بكتابة يقول لحدكم والكتابة والاجابة النموذجية هي هذه بنفسها اذا تابعوا جيدا وبعدما انهينا مع هذا الجزء سوف نأتي الان الى الجزء الاخر قال عين جدول تغيرات الدلاء كا اذا نكتب هنا كذلك تعيين جدول تغيرات الدلاء كا اكيد على مجال تعرف لهو على ار اذا اولا نكتب هنا اكس من ناقص مالا نهاية الى غاية زائد مالا نهاية لاحظوا انتبهوا اولا ماذا نملك ابنائي انظروا عندنا كا ل اكس تساوي لنا اف ل القيمة مطلقة ل اكس وتساوي اف ل اكس اذا كان اكس اكبر او يساوي لنا الصفر انظروا الى هذا الكلام كا ل اكس تساوي اف ل اكس اذا كان اكس اكبر او يساوي لنا الصفر معناه من هذا المكان من هنا الى هنا فان جدول تغيرات الدلاء كا يكون هو نفسه جدول تغيرات الدلاء اف يعني ما يحدث للدلاء اف في المجال من صفر من صفر الى زائد مالا نهاية يحدث للدلاء كا اذا فمفترق الطرق يكون هنا الصفر اذا من هنا كيف هي هذه الدلاء انظروا انها متناقسة اذا هنا ناقسة لكن دائما قلنا بما ان الدلازجي يكون مفترق الطرق ومحور الترتيب اذا فهنا ما علينا الا وضع هكذا سهم نحو الاسفل انظروا هكذا ابنائي انظروا الى النهايات هنا عندنا هكذا اين يقترب يقترب الى الصفر لما نسقت دائما مع محور الترتيب يكون الصفر هنا لان قلنا من هذا المكان الى هنا كالي اكس هي افلي اكس لكن الدالة ماذا قلنا عليها الدالة زوجية يا ابنائي الدالة قلنا انها زوجية والدالة الزوجية الذي يتناظر فيها ليس الترتيب انما الفواصل لماذا لان تقول كالي ناقس اكس يساوي لنا كالي اكس هذا لا يتغير وهذا لا يتغير الذي يتغير هو الذي يكون في البطن هنا الفواصل هي التي تناظر بالنسبة الى هذا المكان الذي يكون على محور الفواصل في هذه الجهة نناظره بالنسبة الى هذه الجهة اذا فهذا انظروا هذا ماذا ناقس نناظره يصبح لنا زائد ركزوا فنكتب هنا كالي اكس اذا كيف يكون يكون عندنا في الجزء الاخر هكذا ابنائي ونكتب هنا ماذا كالي اكس حتى تفهموا جيدا لخواص الدالة الزوجية الان ما هي صورة هذا العدد سفر صورة العدد سفر يا ابنائي هي هنا بالتقريب اثنان فاصل تسعة اثنان فاصل تسعة لانها هي اثنان قربتها هنا الى اثنان فاصل تسعة انظروا لماذا لانا قلنا واعيد ارجوكم حتى تفهموا جيدا كالي اكس تساوي افلي اكس في المجال هذا فنقلت هذا الجزء ها هو منقول ثم الجزء الاخر يناظر بالنسبة الى محور التلاتيب فيكون هكذا فتصبح الدالة من هنا كيف هي انظروا انها متزيدة ها هي متزيدة الان هذه كم صفر اذا من هنا هذه الجهة تكون صفر لماذا لانا قلت كا كا لا يوجد لها عدد مظروف فيها هنا هنا وهنا هنا واحد واحد اما هنا انظروا الناقص اكس وهنا اكس هذه تناظر اذا كانت هنا عندكم مثلا الثلاثة فهنا اصبح هنا ناقص ثلاثة تناظر بالنسبة الى العدد صفر حتى نفهم جيد تناظر العدد بالنسبة الى صفر اما التلاتيب هذا الجزء في الدالة الزوجية لا يؤثر لا يتغير حتى تفهموا الفكرة جيدا بالنسبة الى خواص الدالة الزوجية في جدول تغيراتها الجزء هذا هو جزء اف في من صفر الى زائد من الجزء هذا نناظر من نناظر هذا الجزء حتى نفهم الفكرة جيدا فقط ابنائي وهقد الان قمنا بملء جدول تغيرات بطريقة سلمة فقط وكذلك هنا ابنائي هنا السفر هنا بما ان السفر هو الذي كان مفترق الطرق في القيمة المطلقة هنا انظروا جيدا ها هو اذا هنا السفر ها هو السفر هو مفترق الطرق فتكون الدالة هنا غير قابلة الاشتقاق في هذا المكان تكون لنا كتفسير بين النقطة زاوية دائما في مفترق الطرق بالنسبة الى القيمة المطلقة تكون لنا هنا الدالة هكذا اذا هنا هكذا وهنا هكذا فتكون هنا عندنا نقطة تسمى في الامور البيانية انها نقطة زاوية تكون دالة غير قابلة الاشتقاق عندها بعدها نأتي الان الى الجزء الاخر قال ثم ارسل في معلم اخر اذا سوف نقوم بالرسم اولا عندنا ابنائي كيفية طريقة الرسم يعني علينا ان نشرح كيف يتم رسمه لاحظوا نقول عندنا نحن ماذا عندنا انه كا لإكس تساوي ان اف لإكس اذا كان اكس قلنا اكبر او يساوي السفر يقول احدكم اين هو هذا الكلام ها هو ذلك الكلام لاحظتم اذا هنا نقول سي كا ينطبق على ماذا على سي اف في المجال لهو من السفر الى زائد ما لانيها هذا الامر الاول اذا انتبهوا اولا عندنا ها هو ايجراج يساوي لنا سفر هذا مستقيم مقارب افوق ذكرتها في الاول من بين الملاحظات اذا ها هو ايجراج يساوي لنا سفر اذا نكتب هنا ايجراج يساوي سفر الان نرسم هذا الجزء من هنا الى هنا اذا اللي هو اثنان فاصل تسعة معنا ها كذا ابنائي لاحظوا وانتبهوا معي اذا سوف اريكم كيف تتم العملية ثم نقوم بعملية المحي معناه في الاصل يأتينا ها كذا اركزوا ارجوكم ثم نمحي جزء حتى تلاحظوا هذا بام عينكم ها كذا لكن هذا الجزء سوف اقوم بمحي حتى تلاحظوا بام عينكم ها كذا يعني قلت يوجد لنا النقطة ها هي ان الدلة تكون هنا غير قابلة الاشتراك ثم الجزء الاخر ثم بما ان كزوجية فان الجزء المتبقي يناظر بالنسبة الى ايغراج ايغراج فتحة كيف معنى هذا الجزء نناظره بالنسبة الى هذا المحور كيف ذلك معناه نقوم من هنا بالمناظرة لاحظوا لكن مستحيل ان اتي به مثل البرنامج ها كذا ابنائي ونقول وهنا في الاصل هنا تأتينا نقطة زاوية في الاصل تأتينا نقطة زاوية يعني ليس قيمة حدية كما اعتقدها البعض قلت لان لو رسمناها بالبيان لاحظتم ذلك بام عينكم لان هنا الدلة تقبل نصفين مما نصف يأتينا هكذا ونصف يأتينا هكذا حتى نلاحظ جيدا لكن هنا بما ان الامر متعلق ليس بالبرنامج فتكون هكذا ونقول هنا سي كا اذا الجزء الاول من هنا الى هنا ينطبق على سي اف يعني يكون هذا هو هذا اما الجزء الاخر فيناظر هكذا بالنسبة الى محور التراتيب فقط ابنائي هذا هو رسم الدلة كا بطرق هندسية محظة فقط بعدما انهينا مع هذه الجزء ابنائي نأتي الان الى الجزء الثالث قال نعتبر الدلة جي المعرفة على ال يعني من ناقص معنى الى زي المعنى كما يلي جي لإكس يساوي لنا أسية اف لإكس قال بيّن ان للدلتين جي واف نفس اتجاه التغير نقول لدينا انه ماذا انه جي لإكس تساوي لنا أسية اف لإكس تعالوا الان نقوم بعملة الاشتقاق فقط نقول ومنه جي فتحة لإكس تصبح تساوي ما هو مشتقد دلة الأسية مشتقد دلة الأسية في الحالة العامة اذا قلنا أسية اف مشتقدها هي اف فتحة في أسية اف يعني تصبح لنا هنا اف فتحة لإكس في أسية اف لإكس ها هو المشتق الان من هذا المشتق نجيب على هذا السؤال نقول لكن ماذا لكن أسية اف لإكس قلت أسية اف لإكس قيمة في الرياضة دائما مجاب يعني هذا الجزء دائما مجاب هذا مهما كان الاكس ينتمي إلى مجموعة التعريف فإن إشارة جي فتحة لإكس من إشارة من إشارة اف فتحة لإكس من إشارة ماذا من إشارة اف فتحة لإكس لأن هذا مجاب إذن إشارتها من إشارة هذه هذا أي بما أن إشارة جي فتحة من إشارة الاف فتحة إذن فهذا ماذا يعني أي أن الدلتين من هم الدلتين جي و أف لهم نفس اتجاه التغير لماذا أبنائي؟ ركزوا جيدا لأن اتجاه تغير الدلتين من ماذا؟ من اشارة الفتحة أي دلتين اتجاه تغيرها من اشارة مشتقاتها إذا كانت مشتقة مجابة فهي متزيدة إذا كانت متناقصة فهي متناقصة إذا كانت فيها شيء من الأشياء فنتحدث إذن بما أن هذه المشتقة إشارتها من إشارة هذه فإن اتجاه تغير الدلتين جي يكون من اتجاه تغير الدلتين أف ومنه نقول ومنه لاحظوا ومنه ها هو الجواب فإن أفتحة هي هذه لاحظتم؟ إذن ومنه أن أفتحة لإكس هي المسؤولة الآن عن إشارة هذه جي فتحة لإكس أي الدلتين جي كيف هي؟ متزايدة تماما على المجال من ناقص مال نهاية إلى ناقص واحد وماذا؟ ومتناقصة تماما على المجال من هو المجال؟ لهو من الناقص واحد إلى زائد مال نهاية فقط أبناء لماذا أعيد إشارة هذه المشتقة جي فتحة من إشارة الأفتحة؟ إذا كانت إشارة الجي فتحة من أفتحة فإن تغير الجي من تغير أف لهذا قال نفس اتجاه التغير معناها الدلة هذه جي الدلة أف من ناقص مانع إلى ناقص واحد تكون متزايدة إذن الدلة جي تكون متزايدة من ناقص واحد إلى زائد ما تكون الدلة أف متناقصة يعني هنا المشتقة سالبة فتكون الدالة F متناقصة فتكون الدالة G كذلك متناقصة لماذا؟ لأن هذا هو المسؤول عن إشارة هذه المشتقة فقط أبنائي وبعدما أنهينا مع هذه وعليكم أن تعلموا أن هذه الدالة مركبة دالة F متبوعة بالدالة لإكسبو اللي هي الأسية حتى نفهم جيدا هنا يوجد لنا مركب لدالتين إذا قلنا هذه G هي مركب لدالة ماذا؟ إكسبو مع الدالة ماذا؟ مع التركيب مع F يعني F تركيب لإكسبو حتى نفهم جيدا حيث هنا أو نقول كذلك يمكن أن نقول أن هذه G هي لأش دائرة F حيث الآش لإكس عبارة هذه الدالة أش هي أسية إكس أما الدالة F هي نحن نملك قواعدها في الأسئلة التي فاتت حتى نفهم جيدا إذن هذه أعيد هذه مركب دالة F متبوعة بالدالة لإكسبو اللي هي الدالة الأسية حتى نفهم جيدا بعدما أنهينا مع هذا والإجابة النموذجة تكون كما تلاحظون نأتي الآن إلى السؤال الآخر قال أحسب ليميت جي لإكس لما إكس يؤلنا قسمانية و جي لإكس لما إكس يؤلنا زي المال النهاية إذن نكتب هنا حساب النهاية ننطلق بأول نهاية اللي هي ليميت جي لإكس لما إكس يؤلو إلى ناقسمان النهاية تصبح تساوي لنا ليميت ماذا؟ ليميت السية F لإكس لما إكس يؤلو إلى ناقسمان النهاية تساوي هنا يوجد لنا مركب دالتين قلت أن هذه الدالة جي هي مركب دالة اللي هي F أو آش دائرة F فماذا تقول القاعدة؟ أولا نحسب نهاية هذه التي هنا الفوق عندنا أنه لميت F لإكس لما إكس يؤلو إلى ناقسمان النهاية تساوي انظروا إلى المنحنة هذا منحنة الدالة قلنا F لما يكون الإكس عند النقسمان النهاية الإكس عند النقسمان النهاية الآف يكون المنحنة يكون بجوار ناقسمان النهاية لأننا قلنا حسبنا النهاية عندنا لإدال للآف عندنا ناقسمان النهاية قلنا أنها تكون ناقسمان النهاية من البيان إذن تصبح لنا ناقسمان النهاية هذه الآن أبنائي هي اللي نأتي نضعها في هذا الموضع لكن هنا نضع X حتى تفهموا التركيب فهو تصبح لنا للميت السية X لما x يؤل إلى ناقص ملانية تسويق لحدكم هنا لم أفهم هنا كم نجد نجد ناقص ملانية الآن ماذا تصبح لكم تصبح لكم لأن هنا وجدنا ناقص ملانية لاحظوا لميت لما x يؤل إلى ناقص ملانية كم تعطينا تعطينا صفرة فنقول مستقيم مقارب كيف هو أفقي لمن لسي جي تخيلوا الآن في النهاية الثانية سوف تفهمون أكثر لاحظوا وانتبهوا معي ركزوا أبنائي عندنا كذلك اللي هي لميت جي لx لما x يؤل إلى زائد ملانية تساوي لنا لميت ماذا الصية f لx لما x يؤل إلى زائد ملانية تساوي أولا نأتي إلى نهاية هذا الجزء الذي الفوق لهو لميت ماذا لميت f لx لما x يؤل إلى زائد ملانية يساوي انظروا عند الزائد ملانية قلنا لما يكون x عند الزائد ملانية المنحنى أين يكون يقترب من y يساوي السفر إذن نسبح لنا هنا صفرة وعيد نهاية الدلة f عند الزائد ملانية قلنا كم تساوي حاسبناها قلنا دائما الإسقاط يقوم على محور الفواصل قلنا أنها سفر إذن نهاية هذا الجزء كم وجدناها صفر وجدناها كم صفرة السية صفر كم إنها واحد إذن سبحنا تساوي الميت السية x لما x الآن هذه القيمة التي وجدنا هي التي تصبح توضع في هذا الموضع إنها خوص الدلة المركبة سبحنا هنا صفرة أو الذي لم يفهم يعوذ هنا بصفرة سبحنا السية صفر كم السية صفر إنها واحد إذن نهاية تدال لهذه عند الزائد من نهاية هي واحد أعيد حتى تفهم أرجوكم نهاية تدال لهذه عند الزائد من كم صفر عوض الآن هنا بصفر السية صفر كم إنها واحد إذن ها هي أمامكم إنها واحد يوجد تفسير بياني هو يساوي إن واحد مستقيم مقارب أفق لمن هو بالرغم لم يطرح هذا سؤال لكن أنا جعلته حتى يفهم الجميع إذن لاحظتم هذه تسمى نهاية الدواء المركبة في نهاية الدواء المركبة دائما أحسب نهاية هذا الجزء لما تجدونه النهاية هذه التي تجدونها كم نقص من هي التي يصبح إليها X لكن هنا ضعوا السية X حتى نفهم جيدا والذي لم يفهم يكتب نهاية الدواء المركبة الأستاذ نوردين سوف يجد درس يتحدث عن نهاية الدواء المركبة بالتفصيل المفصل فقط أبنائي بعدما أنهينا مع هذا السؤال نتطرق الآن إلى السؤال الأخير قال أحسب G فتحة لنقص ثلاثة يعني العدد المشتقل الدال G عند نقص ثلاثة إذن نكتب هنا حساب ماذا G فتحة لنقص ثلاثة نحن ماذا نملك نقول أنه لدينا أنه مشتقة الدال G ها هي لها G فتحة لإكس في أسية F لإكس إذن لدينا أنه ماذا أنه G فتحة لإكس تساوي F فتحة لإكس قلنا قلنا لإكس في أسية F لإكس الآن هو يريد أن نضع هنا كم أن نضع هنا ناقص ثلاثة وهنا ناقص ثلاثة وهنا ناقص ثلاثة هكذا هذا ما يريد منا إذن فتصبح لنا هكذا فإن G فتحة لناقص ثلاثة تصبح تساوي F فتحة لناقص ثلاثة في أسية F لناقص ثلاثة الآن F فتحة لناقص ثلاثة حسبناها أول سؤال ها هو جوابه قد حسبناه أرجعوا الفيديو فصبحنا جي فتحة لناقص ثلاثة يسوي هذه نعوضها بهذا كم إنه إثنان في أسية ها هو الناقص ثلاثة انظروا صورتها بالدلة أف كم إنه واحد صبحنا هنا واحد أعيد أف لناقص ثلاثة بالدلة أف الأولى كم صورتها صورتها واحد هذا الواحد نضعه في هذا لأن أعيد عندنا أف لناقص ثلاثة من البيان يظهر أنه واحد هذا الواحد نضعه في هذا المكان فتصبح لنا ماذا تصبح لنا إثنان في الأسية إذن جي فتحة لناقص ثلاثة يسوي إثنان في أسية واحد هذا هو العدد المشتق لهذه الدالجة عند العدد أو الفاصلة ناقص ثلاثة فقط أبنائي وفي الأخير أبنائي وبناتي الأعزاء أتمنى قد استفدتم من هذا الفيديو كما أرجوكم أن لا تنسونا بالدعاء لأن أبنائي بالصحة والعافية والترحم على روح أمي الطاهرة كما يمكنكم زيارة صفحتنا على الفيسبوك إنها صفحة الأستاذ نور الدين ليصلكم جديدا باستمرار وفقكم الله إلى ما يحب ويرضى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر